تم اعتماد المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمملكة البحرين مركزا تدريبيا لمكتب التربية العربي لدول الخليج لتنفيذ البرامج التدريبية للدول الأعضاء بالمكتب في مجال المعايير العالمية في تكنولوجيا المعلومات وقع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير عن مكتب التربية العربي لدول الخليج في حفل تخريج منتسب وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج من البرنامج التدريبي تدريب المدربين على معايير تكنولوجيا التعليم والذي نظمه المكتب بالتعاون مع الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم ISTE والمركز الإقليمي للتكنولوجيا المعلومات والاتصال وأكد الوزير أن الإمكانيات التقنية والتدريبية المتطورة التي يوفرها المركز الإقليمي للتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي يعمل في البحرين بالتعاون مع منظمة اليونسكو ستعزز من الدور المهم الذي يلعبه مكتب التربية العربي لدول الخليج في تنفيذ البرامج التدريبية على مستوى دول مجلس التعاون إلى جانب جمهورية اليمن كما ستعزز هذه الشراكة المستدامة بين مملكة البحرين والمكتب من توفير التدريب على الجودة للمعلمين والإداريين والاختصاصيين في المملكة وفقاً للمعايير العالمية في تكنولوجيا المعلومات تم اليوم التوقيع على مذكرة التفاهم بين المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الموجود في مملكة البحرين والذي يعمل أيضاً بتنسيق التام مع منظمة اليونسكو وكذلك مكتب التربية العربي لدول الخليج هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم هي تشكل نقلة مهمة وتعزز دور المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي تستضيفه مملكة البحرين حيث سيتيح المركز من خلال التعاون مع بيوت الخبرة العالمية العديد من البرامج التطورية التي تخدم مملكة البحرين والدول الشقيقة الأعضاء في مكتب التربية لدول الخليج العربي هذه المذكرة تأكيد على الدور الكبير والنشاط البارز الذي قام به مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصال والذي يأتي انسجاماً مع ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من تطوير مستمر لمناهجها ولمدارسها باستخدام المنظومات المتطورة في التعليم والتي حققت ولله الحمد نتائج كبيرة على صعيد مخرجات التعليم وذلك بفضل الدعم الذي تجده الوزارة من قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها من جهتي أشهد الدكتور القرني بالدعم الكبير الذي يحظى به مكتب التربية العربي لدول الخليج من مملكة البحرين ممثلة بوزارة التربية والتعليم مؤكداً أن مذكرة التفاهم هذه ستشكل نقلة نوعية لجهود المكتب في تنفيذ البرامج التريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعلم الإلكتروني بما يعود بالنفع على ميدان التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب مشيراً إلى أن المكتب حريص على الاستفادة من التجربة المتميزة للبحرين في تعزيز التعلم الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا الرقمية في المؤسسات المدرسية بمختلف مراحلها التعليمية اليوم بكل سعادة نحتفي بتخريج مجموعة من قيادات التربية والتعليم في وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال على المعايير العالمية لتكنولوجيا التعليم التي اعتبرناها منظمة الاي ستي الدولية وقد منح هؤلاء المتدربين رخص مهنية للتدريب ونشكر الحقيقة مملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً على حسن الاستضافة ونشكر أيضاً مع الوزير التربية والتعليم على دعمه هو وزارته الموقرة وإن شاء الله اليوم هو بداية لسلسلة من البرامج التدريبية التي تشمل جميع دول الخليج في المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ومكتب التربية العربي دول الخليج هو دائماً في خدمة وزارات التربية والتعليم ونرجو إن شاء الله أن نوفق في تأهيل أبنائنا وبناتنا ليكونوا قادرين على إيصال مهارات القرن الـ 21 لطلابنا في الميدان أود أن أهنئ الوزير والمسؤولين في الوزارة على كل ما فعلوه في الأشهر الثلاثة الماضية لتدريب هؤلاء المعلمين أعتقد أن التدريب كان ممتازاً وكان تعليمياً معاصراً وهذا يعطينا فرصة للعمل مع السقار وتطوير التعليم في البحرين الجمعية العالمية لتكنولوجيا التعليم تتطلع للعمل مع سعادة الوزير ومع موظف الوزارة لعدد من السنوات في المستقبل القريب ونقدر هذه الفرصة وتأتي مذكرة التفاهم تأكيداً لما حققته البحرين من تطور ملموس في مجال التعليم الإلكتروني كما ستكون البرامج التربية الخليجية التي ستنفذ بناء على هذه المذكرة وفقاً للمعايير العالمية عالية الجودة التي تطبقها الجمعية الدولية